يعني أعتقد أفضل نجاح حقق العراق أنه مورسة على العراق ضغوطات بفداية تغيير النظام وشوه سمعة النظام السياسي ولكن استطاع نظام السياسي بسياسة الأبواب المفتوحة والاتزان في التعامل مع جميع الأطراب بل أكاد أقول أن السياسة العراقية حققت مبدأ من هذا القانون الدولي وهو التكافأ في التعامل مع الدول وأو ما أطلق عليه الآن السيد الرئيسي الوزراء بدلماسية المنتجة تراكم السياسات العراقية المتزنة الغير متدخلة التي كانت جامعة المتناقضات جعلت من العراق واجهة مهمة بل أقول ركيزة مهمة كما أطلق عليها ركيزة الاستقرار في العراق أن العراق هو البلد الوحيد الذي يتبيز الآن في المنطقة من أنه قادر ليس فقط على جمع المتناقض إقناع المتناقضين وهذا ما حصل تذكر في الجانب الإيراني والجانب السعودي وخمسة زائد واحد عقدت في بغداد والآن جميع الدول ربما نتيجة المتغيرات في المنطقة نتيجة وضع السياسي الداخل العراقي نجح العراق بأن يحقق نوع من الاستقطاب الكبير وهذا الاستقطاب الكبير أنا بتقديري في ظل هذه الظروف يساوي حجم علاقات دولية ربما لعشرات السنين طيب كيف تقيمون نتائج مؤتمر اتحاد البرلمان العربي وما تمخض عنه في البيان الختامي طبعا وما جاء في تأكيداته بخصوص دعم سيادة العراق واستقراره يعني هذا الحضور أو الإجماع بالحضور لدول عربية ربما لديها خلافات كبيرة جدا أن تجتمع في بغداد بكل تأكيد هو إنجاز كبير سواء بالشكل الذي يراد له أن يقال أن هذا الاجتماع هو فقط اجتماع لتأذية دورة مهمة ومن الدورات التي قررت في اجتماعات مجالس النواب العربية لكن أقول بكل تأكيد نعم العراق نجح بإجماع هؤلاء وجمعهم في بغداد والثاني أن المقرارات كانت أولوياتها هو دعم استقرار العراق شوفي هذه النقطة ستفاطمة كانت غائبة لا يتحدث بها أي وفد عربي رغم أن هذه الوفود هي ثلاثة أنواع تعرفين وفود تؤثر في القرار السياسي برلمانات تصنع القرار بالسلطة التفديو وبرلمانات يستأنس برأيها وبرلمانات شكلية ولكن على العموم عندما يأتي ممثل برلماني سواء على مستوى رئيس برلمان أو عضو برلمان لهذه الدولة فهو يتحدث باسم هذه الدولة وعندما يقولون دعم استقرار العراق بمعنى أن هناك إجماع عربي العراق حققه من أن جميع الدول العربية تسعى إلى دعم أمن واستقرار العراق طيب دكتور يعني ترأس العراق لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي برأيك هل سيكون ذات بعد ستراتيجي في العمق العربي على صعيد الاتفاقيات على صعيد الشركات الستراتيجية الفاعلة أيضا؟ شوف العراق فعال يعني تاريخيا للعراق في ظل كل مراحل إدارته ربما الخطأ الكبير الذي ارتكبه النظام السابق 1990 في اشتياح الكويت أدى إلى أن يذهب العراق خارج القدرة على التأثير على الدول العربية العراق فعال ولاحظ أن الوفود التي جاءت إلى العراق سواء على مستوى الإقليمي أو على مستوى الدولي تؤكد أهمية دول العراق إذن العراق هذه فرصة تاريخية هو لديه رئاسة البرلمانات العربية والعراق بالمناسبة هو نظام البرلماني المتميز بين الأنظمة الحاضرة بمعنى صناعة القرار تعرف يعني البرلمان العراقي قادر على أن يؤثر بشكل كبير على السلطة التنفيذية لذلك العراق لديها أولويات جزء من هذه الأولويات هو أن العراق يريد أن يجعل هناك إجماعا واتفاقا عربيا على مشتركات واحدة هو المصير العربي التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة كيفية تنظيم العلاقة العربية العربية أيضا موضوع الطاقة ومستقبل الطاقة والتأثيرات كل هذا العراق قادر عليه وأهمية العراق الآن أن يدير البرلمانات هو أن العراق يؤمن أن لا أمن فردي يعني لا يوجد أمن فردي في المنطقة إلا بأمن تكاملي جماعي بمعنى العراق سيعزز قدرته وفلسفته في كيفية التعامل السياسي في ظل إدارته للبرلمانات وسيحقق إنجاز ربما يكون هناك بعض التلقاءات أو التراجعات من بعض الدول ولكن على العموم أستطيع أن أقول للعراق الدولة المميزة الآن أو المتميزة التي تستطيع أن تغير في كثير من المفاهيم الخلافات العربية العربية تحتاج إلى سلطة شعبية والبرلمانات هي سلطة شعبية بكل تأكيد عدم وجود رؤية عربية لمستقبل المنطقة العربية المعطيات المتغيرات على المنطقة هي قادرة هذه البرلمانات من أن تؤثر صراحة إما على حكوماتها أو على شعوبها والعراق هو الأولى بإدارة هذا المنطق بالحديث عن موضوع دعم سيادة العراق واستقراره ووفقا للتوجه العالمي والعربي لهذا الأمر مع العراق يعني كيف يمكن استغلال هذا الأمر على المستوى الداخلي ربما للعراق وملاحقة موضوع الهاربين والمطلوبين خارج العراق يعني أولا جربت أقولها بكل صراحة جرب البعض أنه لا يجعل من أمن بغداد وأمن الرياض وأمن طهران وأمن اسطنبول وأمن دمشق ووصلوا إلى نتائج أن الأمن المتعاضد المتواصل بين هذه الدول سيحقق وينعكس أمنا على باقي المنطقة جزء حقيقة من الكوابح التي ساعدت على تعكير الأمن في العراق هو وجود هاربين ومطلوبين للعدالة وجود فساد مالي وإداري أموال مهربة غسيل أموال محطات لم تتعاون مع العراق الآن بدأت تتعاون يعني منذ سنوات واضح أن هناك تعاون أيضا الزيارة الأخيرة للسيد رئيسي الوزراء إلى دولة الإمارات كان هناك نتائج ويبدو أن الانفتاح العربي والإقليمي على العراق يساعد على تمكن العراق من أن يستعيد عافيته الداخلية بشكل أكبر من الاستعادة الآن ولاحظ أيضا هناك ولأول مرة ربما ربيعا سياسيا عراقيا هناك صمت الآن سياسي لا أحد يتحدث في مناكفات في صراعات في خلافات هذا يعزز قدرة العراق في سياسته الخارجية ترجمة نانسي قنقر